مرحبا طلابي ماذا بالحلوين ان شاء الله تكونوا بخير و باحسن حال طلابي الاول اليوم سنأخذ موضوع جديد الذي هو اسمه الطفو والغطس اسم الموضوع الطفو والغطس قبل ما نبدأ ما سنشرح بالموضوع ما اخذنا الدرس السابق الدرس السابق والسطار ما سنشرحنا بالدرس السابق موضوع المخالط شرحنا موضوع المخالط قلنا ما هو المخلوط ناتج اي عملية احسنتم للي جاوبوا المخلوط هو ناتج لعملية الخلط نعيد المخلوط ناتج لعملية الخلط كلش ممتاز الخلط هو شنو هو خلط مادتين او ثلاث مواد او اكثر مع بعضها هذا هو الخلط والمخلوط شرحناها بالدرس السابق اليوم رح نشرح موضوع جديد مثل ما قلنا كلش لطيف اللي هو موضوع اسمه الطفو والغط شنو اسمه؟ الطفو والغط طيب شرح نتعلم بهذا الموضوع رح نتعلم بهذا الموضوع انه بعض المواد تطفو على الماء هذي عندي مثل استفينة تشوفوها تطفو على الماء اذا رح نتعلم في هذا الموضوع انه بعض المواد هي تطفو على الماء وبعض المواد الاخرى تختص في الماء يعني مو فوق الماء تكون تحت اسفل الماء طيب ولاحظوا اتساءل السفينة تطفو على الماء هل توجد مواد تختص في الماء؟ طيب نحن نجي نفتهم من خلال الاستكشاف عندي هنا استكشف نحن نجي نستكشف سواء طبعا ناخذ اناء يحتوي على ماء هذا هو الاناء اللي يحتوي على الماء ورح نخلي به مواد منها اللي يطفو على الماء وبعض المواد اللي يختص اسفل الماء اول شيء اناء فيه ماء لعبة مطاطية رح ناخذ لعبة مطاطية هذي هي اللعبة المطاطية رح نخليها بهذا الاناء ونشوف يعتروا هذي اللعبة رح تطفو فوق الماء ام رح تختص للأسفل شنو لاحظون نشوف ان هذي اللعبة المطاطية هي تطفو فوق الماء نعم احسنتم رح تطفو هذي اللعبة فوق الماء اي لا تختص للأسفل اي لا تختص للأسفل طيب الثاني رح ناخذ ورق نبات ورق نبات هذي هي ورقة نبات ايضا رح نخليها بهذا الاناء اليحتوي على الماء ورقة نبات شنو نلاحظ الورقة شنو دشوفوها هي تختص اسفل الماء ام تطفو فوق الماء شنلاحظ انه الورقة ايضا تطفو فوق الماء احسنتم طيب حجر رح ناخذ ايضا حجر هذي هي حجرة او واحدة حجر او حصو او ماذا يسموه حجر رح نضعها هذا الاناء اليحتوي على الماء شنو هنلاحظ بالحجر يطفو ام يغطس انتبه اللعبة المطاطية تطفو فوق الماء ورقة النبات او ورقة الشجر ايضا يطفو فوق الماء طيب هذي الحجر شنو صار بيه شوفو طلاب صار اسفل الماء يعني نزل لجوه اذا هذي هي الغطس غطس الحجر يغطس في الماء من بعدها مفتاح معدني هذا هو المفتاح مفتاح معدني رح اضعه مع هذي المواد وضعته شنو صار المفتاح يغطس ام يطفو تشوفو لي فوق تشوفو يطفتع الورقة لا اذا هو لم يطفو شنو صار بيه احسنتم يغطس في اسفل الماء المفتاح المعدني بعد شنو عندي قطعة خشب هذي هي قطعة خشب قطعة خشب رح اخليها بهذا الاناء شنو صار بهذه القطعة صارت مع المفتاح يعني هل تخطس قطعة الخشب ام صارت معه ورقة النبات واللعبة المطاطية ممتاز اذا معناها تطفو فوق الماء كلش ممتاز يونطلاب اذا قطعة الخشب وورقة النبات واللعبة المطاطية هي تطفو فوق الماء والحجر والمفتاح المعدني تخطس في الماء ماء الطفو والغطس ماء الطفو والغطس ماء الطفو والغطس طبعا مثل ما قلنا كل المواد اللي اخليها اني بالماء وتبقى فوقه شنو نسميها نسميها طفو اوكي لكن اذا العكس انا خليت مواد لكن هذه المواد مظلت طافية اي انه دخلت لداخل لجرع اسفل الماء هذه انا شنو اسميها تخطس اذا كل المواد التي تبقى فوق الماء احفظ كل المواد التي تبقى فوق الماء ولا تخطس فيه يسمى ذلك الطفو مثل اللعبة الخشب الورقة النبات ايضا السفينة اللي شكناها قبل شوية وايضا هذي النجادات وانا تروحون للمسبح تاخذوا النجادات حتى الظل امساعدتكم تطفو فوق الماء العكس منه الغطس 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 هو كل المواد التي لا تطفو فوق الماء كل المواد التي لا تطفو فوق الماء اوكي وانما تخطس فيه وانما تخطس فيه مثل عندي الحجر المفتاح المعدني او القوانئ الزجاجية وغيرها من الاشياء هنا عندي افكر واجيب طبعا احدد مواد تطفو على الماء ومواد تخطس فيه من بيئتي يعني المطلوب منكم تغذركم نظرة داير ما دايركم تشوفون شون اكو من المواد اللي ممكن تخطس وممكن تطفو مثلا على سبيل المثال قدكم العابكم العابكم بيها الزجاجية بيها حديد بيها بلاستيك بيها مطاط فرضا لو اخدتوا لعبة مطاطية ولعبة حديد رح تشوفون انه اللعبة المطاطية شو رح يصير مثل هذه رح تطفو فوق الماء طيب واللعبة الحديد شون رح يصير بها رح تخطس لأسفل الماء مندي سؤال سؤالي هو نعطيني سؤال ما العلاقة او ما علاقة الخلط بالطفو والغطس انتبهوا اعيد السؤال ما علاقة الخلط بالطفو والغطس اترك الكتاب ونجي نشوف ما العلاقة طلاب عندي هنا غلاس بماء اوكي هذا غلاس ولعت فيه ماء رح اجي اخذ زيت ما رح اخذ زيت رح اخليه في الماء هذا هو زيت تخليت هنا شنو صار عندي بما انو صارت عندي مادتين زيت وماء زيت وماء مادتين اذا هذا شنو اسمي اسميه خلط اعيد بما انو عندي اني مادتين زيت وماء اذا هاني شو اسميه هنا اسميه خلط طيب رح اجي شوي احرق طلاب هنا شنو ده نلاحظ هنا شنو احنا لاحظنا من حركت الزيت امتزج مع الماء لكم الجواب شوفوا هذا الزيت هل هو امتزج مع الماء الداخل ويا مثل مداخل الحبر مع الماء بالدرس السابق لا وين بقى شوفو بقى فوق الماء اذا شن هو من بقى فوق الماء شن اسميه معناها زيت طفا اي الزيت يطفو فوق الماء شنه معناها اللي صار انه الزيت يطفو فوق الماء ولا يغطس فيه هذا هو العلاقة بين الخلط والطفو والغطس معناها انه انا من اخلط مادتين هذه هي مادتين اللي هو الماء والزيت الماء والزيت من خلطتها سور ان الزيت هو ظل طافي اي يطفو فوق الماء ولا يمتزج معه هذا هو العلاقة بين الخلط والطفو والغطس سوف نقرأ الصورة لدي هنا صورة اسمي المواد الطافية والغطسة في الصورة لدينا ثلاث مواد مفتاح وقطعة خشب ومكعب مطط طيب اني رح اسمي المواد الطافية شنو اسم هذي المواد الطافية قلنا خشب وقطعة المطاط طيب والمواد الغطسة منه هي هي المفتاح هذي اوكي سهلة مبينة السؤال لكم ماذا يحدث لقنينة فارغة يعني بطل ماء فارغ انهد وضعها في الماء اني عندي هذا الاناء يحتوي على الماء ورح اجيب قليلة فارغة اللي هو معنى بطل ماء فارغ واضعها في اناء فيه ماء انهد وضعها فيه شنو دا يصار اهنانا شنو دا تلاحظون شنو دا تلاحظون هل قنينة الماء وبطل الماء يغطس ام يطفو هو دا يغطس لو دا يطفو شوفو ممتاز اذا قنينة الماء تطفو فوق الماء ولا تغطس فيه احسن دا نراجع الدرس مراجعة الدرس اسمي مواد تطفو على الماء ومواد تغطس فيها مثل ما اخذنا قبل قليل عرفنا شنو هي المواد اللي تغطس واللي تطفو ماء الطفو رح اترك لكم مجال شنو الطفو احسنتم للي دا يجعبوه مصفاح ومستمرين نطفو هو المواد التي تبقى فوق الماء المواد التي تبقى فوق الماء ولا تغطس فيه المواد التي تبقى فوق الماء ولا تغطس فيه طيب نعطيني صورتين وطالب مني انه اضع اشارة الصح تحت المصورة التي تمثل الطفو انا قلت انه الطفو شنو قلنا قبل قليل انه هي كل المواد اللي تبقى فوق الماء ولا تطفو فيها اذا ما هي من الصورتين هي تمثل الطفو لازم تكون فوق الماء ما تكون بالاسفل خطأ ممتاز الصورة الصحيحة لخلي علامة صح هي صورة البطة والطفاحة لانه هي تطفو فوق الماء خلينا نجي نراجع من الدرس عنوياكم طيب اصل كل مفردة بالصورة المناسبة اول شي عندي الغطس الغطس اي من هذني الصور تمثل الغطس هل هذي الفواكه المختلفة البطة والطفاح اللي تمثل الطفو مخلوط المكسرات المغناطيز والتشاكوش اللي يطفو اللي صاري يغطس داخل الماء اذا اذا انا هذي الصورة هي عندي تمثل الغطس ممتازيا طيب الكلمة الثانية المخلوط فكروا اي من هذي الصور اللي ثلاثة تمثل المخلوط الفواكه ام البطة اللي تطفو على الماء ام المكسرات احسنتم طلاب المكسرات هي تمثل تمثل المخلوط اش بقى عندي الطفو والخلط الطفو كل مواد اللي تبقى فوق الماء هذي الطفو ام هذي احسنتم البطة والطفاح طيب بقى عندي الاخيرة اللي هي الخلط ساري واللي هي تمثل هذي الصورة اكثر من مادة خالطها مع بعضها هذا هو الخلط السؤال هو ماذا يحصل لمكعبات الثلج عندما توضع في قدع عصير عندي غلاس عصير وجبت الثلج طبعا اكيد ما احب شرب حار وجبت الثلج وخليتها بالعصير شرح يصير راح يندمج او ينخلط مكعبات الثلج شنو بالعصير اذا راح تحصل عملية خلط اوكي شرح يصير راح يصير خلط ممتازي وايضا شنو اول مرة الثلج شنو راح يكون ب راح يطفو شوفوا الثلج اولا شي راح يطفو يطفو على سطح العصير احنا انا ما عندي ماء اذا هو راح يطفو وبعدين راح يخلط بالعصير سؤال انو كيف يختلف الطفو عن الغطس مثل هذا بالضبط الطفو انو قلنا انه شنو الاشياء او المواد تبقى فوق سطح الماء اي لا تختص فيه الغطس بالعكس هي المواد اللي تختص اسفل الماء ولا تطفو فيه السؤال ايضا لماذا يعتبر الهواء اللي نجوي مخلوطا هذا الهواء اللي اللي تنفسه او الهواء الخارجي ليش يعتبر مخلوط اكيد لان هو تختلط ويا كل الاتربة المواد الاخرى اللي يسحبها كلها تختلط ويا الروائح وغيرها اذا هو شرح يعتبر يعتبر مخلوطا ماذا ينتج عند عندما تخلط المواد معا من عندي اكثر من مادتين او ثلاثة او اربع من اخلطها انا سواء ماذا سينتج عندي مخلوطا اظهر هذا كان درسنا اليون اللي هو موضوع الطفو والغبس يطفعتكم حل تمارين الاكتف كيبوك الي هو الكتاب الابيض والاسود صبح 50 51 52 وقد اكتب الجميع وقروا طلاب اتمنى لكم كل الموافقية اشتركوا في القناة